السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم اسرق فتحي من قناة مطبخ مامي تسولة هنعمل مع بعض النهاردة احلى تحلية رمضانية بردة وسريعة مش هتاخد منك اي وقت خالص لو عندك لتر من الحليب وكيش جيلي واي نوع من انواع الفواكه يبقى لازم تجربي الوصفة دي وتشوفي هعملها ازاي وتابع الفيديو للنهاية علشان هنعمل مع بعض حاجة كده من الاخر اعظمة الطبق ده هيبقى احلى طبق هتحل بيبقك بعد الفطار وكل اللي هيكل منه هيقولك الدي ايه هو مميز وطعمه حلو جدا يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض وزاي ما قلتلكم انا هستخدم لتر من الحليب ويكون بارد وهستخدم كباق من السكر ومع لقتين كبار من الاشتا والخطوة دي اختياري بس الاشتا هتدي للمهلبية بتاعتنا طعم حلو جدا ومع لقتين من ادي ايه ورشد فانيليا وكيس من النشا يعني حوالي 3 معالق من النشا هننزل بالنشا في اللبن بالشكل ده هننزل عليهم بالسكر انا هستخدم كباق واحدة بس من السكر علشان يبقى الطعم معنا متعدل وزاي الفل وهننزل بمع لقتين الاشتا وعلى الحليب والاشتا بتدي لها قوم كريمي وبتخلها طعمها حلو جدا اما بالنسبة لمع لقتين ادي ايه فدول اختياري بس بيدل المهلبية برضو قومه طعم حلو جدا وهننزل برشد الفانيليا وهنخلط كويس جدا وما تلاقيش خالص لان الدقيق هيستوي كويس وطعمه مش هيبان خالص لاننا هنسويها على نار هادية جدا انا هفضل اخلط كويس لحد ما اديه وانشا هيدوب مع بعض لكن اللي على الوش ده الاشتا هرفحها على النار اول 5 دقيق بالضبط لازم النار تبقى عالية جدا معنا وما تسيبش المضرب ده من ادينا نهي هنفضل نخلط كده كويس علشان المهلبية بتاعتنا تبقى القوام بتاعها كريمي جدا وتبقى زي الفل وبعد حوالي 7 دقيق بالضبط هنزل عليهم بمعلاقة من السامدة البلدي او السامدة زبدة اي نوع سامدة عندك استخدميه مش هيقول لا هنقلب كويس جدا بالمضرب بتاعنا وهسيبها على نار هادية جدا لمدة 5 دقيق كمان وبعد 5 دقيق شايفين القوام بقى كريمي جدا جدا وكده خلاص المهلبية بتاعتنا بقت جاهزة وزي الفل معي انا مش هتقلها عن كده بس كده يلا بينا نشوف هنعمل ايه الاضباق بتاعتنا طبعا كنا مجهزينها وهنبدأ ان احنا ننزل بالمهلبية بتاعتنا في الاضباق بالشكل ده المهلبية لما بتتعمل بالطريقة دي عموما بتبقى طعمها حلوة جدا ومميز وكل اللي هيكلها فعلا هيقولك قد ايه هي حلوة هبدأ ان انا وزع المهلبية بتاعتي في الاضباق بالشكل ده طبعا البقاء هبقى اعملو بقى مع نفسي في الاضباق كده تانية بس انا هعمل معكم الاضباق ديه بس شايفيني الجمال بس كده هسيبها لمدة نص ساعة بالضبط لحد ما تبرد وبعد ربع ساعة هبدأ بقى ان انا اعمل الجيلي كانت المهاليبية بدأت انها تبرد شوية معايا انا هستخدم باكت واحد من الجيلي وهنزل عليه بمعلقة برضو من السكر بس المعلقة الصغيرة مش الكبيرة يعني فيما يعدل 3 معلق من المعلق العادية من السكر السكر هنا بيخلي الطعم حلو واشنا طبعا هنكون في رمضان فلازم تبقى الحاجة مسكرة معانا كده وسكرها مزبوط وهنزل عليها بكباتين من المياه المغلية لازم تبقى سخنة جدا طبعا هنقلب كويس لحد ما السكر والجيلي يدوب مع المياه السخنة بس كده خلاص انا هسيب الجيلي يرتاح لمدة نص ساعة علشان يبقى معانا بارد جدا وما يبقى السخن والخطوة دي مهمة جدا ان لازم المهاليبية والجيلي يكونوا بردين جدا وبعد نص ساعة كانت الخلاص المهلبية بقت بردة معايا وتمسكت كويس جدا هبدأ بقى ان انا وزع الموز دا عليها الموز دا طبعا انا مقشراهم قطعاش رايح بالشكل دا وهبدأ ان انا وزعه على وش المهلبية لو ما عندكيش موز استخدامي فراولة او اي نوع تاني من الفواكه لو ما فيش فواكه يستخدامي شوية زبيب او حتى باكو بسكوت وابدأ ان انت قصريه وحطيه على وش المهلبية اي حاجة برضو مش هتقولك لا وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بالجيلي على وش المهلبية بتاعتنا والموز ولازم المهلبية والجيلي يكونوا بردين جدا بس كده شايفة ايه الجمال حاجة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك اي وقت انت كمان زي ما قلتلك ممكن تستبدل الموز باي حاجة متاحة عندك مفيش اجمل من كده لو عندك اطفال كمان هتعجبهم جدا جدا وهتبقى حلوة معاك جدا في رمضان بعد الفطار او حتى لو عندك ديوف هتشرفك جدا قدامك هبدأ ان انا هدخلها التلاجة وهسيبها المدة ساعة ونص بالزبط وهي في خلال نص ساعة اصلا بتبقى زي الفل بس انا هسيبها ساعة ونص علشان تبقى متماسكة جدا وبعد ساعة ونص بالزبط شايفين الجمال الجيلي بقى متماسك وزي الفل معنا والمهلبية كمان شايفين باين من تحت الجيلي شكلها روعة جدا شريح الموز مع الجيلي مع المهلبية حاجة تفتح النفس فعلا تستاهل انها تبقى اجمل تحلية رمضانية باي نوع من انواع الفواكه إلا عنك جرى بيها تشرفك جدا قدام ديوفك وهتعجبك وكل اللي هيكلها بإذن الله هيشكرك عليها وكالعادة طبعا انا مش هنسى ادوق معاكم الجمال ده طعمها حلو جدا بجد الميكس ما بين الجيلي والمهلبية والموس حلو جدا طعمها مميز قد ايه يا راطبة ولذيذة كده حاجة خفيفة بجد تستاهل ان انت تعمليها بس ايه وعتنسى تكتبيه لي رأيك بكل صراحة في الكومنتات علشان زي ما قلتلك قبل كده ان رأيك ده يهمني جدا ولو عجبك فيديو التحلية الرمضانية النهاردة ايه وعتنسى تنزله تحت الفيديو تضغطي السابسكرايب اللي هي اشتراك باللون الأحمر ويدفع علي زر الجرس علشان يوصلك مني اشعار بكل جديد كمان ما تنسيش تضغطوا لايك وشير واشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة